تتعالى أصوات المنظمات الدولية محذرة من الوضع الإنساني المتدهور في محافظة مأرب فعلى واقع المواجهات التي تشهدها جبهات المحافظة بات المدنيون والنازحون عالقون في مرمى النيران كما أكدت منظمة هيومن ريتس ووتش وثقت المنظمة العديد من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين وقالت إن تلك الانتهاكات كالهجمات العشوائية المتكررة على المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية أصبحت نمطا مخزيا يضاف إلى السجل الحقوقي المزري للميليشيات الإنقلابية سجل انضم إطلاق صواريخ مدفعية وباليستية عشوائيا على مناطق مأهولة في المحافظة حصد أرواح الأبرياء بينهم نساء وأطفال وأصاباء آخرين وحصار 35 ألف مدنيا في مدرية العبدية لثلاثة أسابيع ومنع دخول الطعام والنفط وسلع أخرى إليهم السجل شمل أيضا اختطاف 47 شخصا بينهم أطفال ومحاولة إجبار سكان القرى على الالتحاق بها واستهداف مخيمات نازحين ودعت المنظمة في تقريرا لها ميليشيات الحوطي إلى وقف الهجمات العشوائية على المدنيين فورا والسماح بدخول المساعدة الإنسانية إليهم وقالت إن النازحين الجدد يحتاجون بشدة إلى استجابة فورية وشاملة من قبل وكالة الإغاثة وذلك أكدته أيضا منظمة الهجرة الدولية التي قالت إنها تدق ناقص الخطر بشأن تدهور الوضع الإنساني مع ارتفاع حالات النزوح إلى 45 ألف شخص منذ سبتمبر الماضي وصل بعضهم إلى الجزء الشرقي النائم من المحافظة فيما وصل البعض الآخر إلى عاصمة محافظة مأرب أرغب أرغب شكرا